أكسبو كطار يلي بيمتد على مساحة مليون وسبعمائة ألف متر مربع مقسم إلى ثلاث أقسم القسم الأول هو القسم العائلي والقسم الثاني هو القسم الدولي والقسم الثالث هو القسم الثقافي بالقسم الثقافي في اتنين مسرح كبار بيتم عليهم عروض للأطفال والعائلات عروض بتهدف لزيادة الوعي الزراعي والوعي البيئي لدى المجتمعات العربية والعالمية وإضافة أيضاً رح يتضمن أكسبو قطر 2023 مساحة للجمهور لمتابعة مباريات كيس أسيا يلي عم تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة داخل مختلف الجناحات بأكسبو تحاول الدول توعية الأطفال والعائلات وحتى المحترفين على كيفية الاعتماد على الزراعة الزكية فالاهتمام بالعائلة وتوعية الأطفال الصغار هو أحد الأهداف يلي وضعتها الدوحة حديقة صدرة الشمال انتقلت من شمال قطر بنموذج مصغر إلى وسط العاصمة القطرية ووسط الأكسبو على شكل الكرة أرضية مكبر للصوت داخل أكسبو قطر 2023 عم يطلق ندائت للعالم أجمع لملاقات قطر بالحلول لمشكلة التصحر وأيضاً للحفاظ على البيئة من داخل أكسبو قطر مروان خدرة صبحي إبليوي أم تيفي ترجمة نانسي قنقر